قبل أيام ضج الإعلام الإسرائيلي بصور ترويجية لتجربة صاروخ باليستي دقيق باسم لورا ووسط الفرحة العارمة بالصاروخ وقدراته التي بثها المراسلون العسكريون أغفلوا عن قصد ذكرى أن ما ورد في تقاريرهم من معطيات وصور ليس جديدا بل يعود إلى تجربة سابقة للصاروخ نفسه عام 2017 إذا كان هناك شيء يحبونه في الإعلام فهو إطلاق صاروخ إنه جميل جدا لكنه جديد ليس كذلك فعلا ها هو نيردفوري يبلغ عن تجربة ناجحة لمضومة الصواريخ لورا عام 2017 في الواقع حتى في التقرير عن الصاروخ استخدموا المشاهد التي عرضت عام 2017 جميعهم علموا أن التجربة حصلت عام 2017 ولم يذكروا هذا في التقارير إذن لما يقدمون لنا شيئا جرت تجربته سابقا وبنجاح على أنه جديد ربما لأنه علينا إخافة عدونا اعتماد الإعلام الإسرائيلي، البروباغندا الواسعة والكاذبة في تقديم صاروخ لورا جعل منه برأي مراقبين شريكا للجيش الإسرائيلي في بث رسائل التهديد إلى الدول المحيطة في المنطقة منظومة الصواريخ هذه ليست مخصصة حاليا للجيش الإسرائيلي وزارة الأمن لم تشترها من الصناعة الجوية حتى الآن في الأخبار حدثون عن تجربة صاروخ باليستي جديد برغم من أنه ليس جديدا وقالوا لنا إنه سيحسن قدرة النيران لدى الجيش في الحرب المقبلة لكنه ليس في حوزة الجيش، إذن ما الذي سنركبه؟ انخيرات الإعلام الإسرائيلي في لعبة الجيش الإسرائيلي لبث رسائل تهديد لحزب الله ليس بالأمر الجديد لكن حصوله على هذا النحو يطرح تساؤلات عديدة بشأن التوقيت ولسيما أن الجيش الإسرائيلي لم يتزود بهذه المنظومة حتى الآن والسؤال الأكثر أهمية هو لماذا يكذب الجيش الإسرائيلي ومعه معلق الشؤون العسكرية في الترويج لقدرات قديمة في مواجهة تحديات جديدة